ازاي تترجم مقاطع الصوت ومقاطع الفيديو بالمجان وباستخدام الزكال الاصطناعي وبطريقة سهلة جدا سواء كانت مقاطع الصوت ومقاطع الفيديو دي محاضرات انت مسجلها على موبايلك سواء كانت صوت او فيديو او افلام قديمة انت عاوز تضيف لها ترجمة او سبتايتل او محتوى على الانترنت كورس مثلا عاوز تعمل تفريغ صوتي من الكورس ده وتحوله لتيكست وبعد كده تسأل الزكال الاصطناعي لخص لك الكورس ده كل الكلام ده تقدر تعمله باستخدام التطبيقين المجانيين اللي معانا في حلقة النهاردة بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك الفيديو ده واشتراك في القناة وتفعل جرس وتشارك الحلقة دي مع اصدقائك وتشاركنا برايك تحت في التعليقات السلام عليكم معكم محمود عمران واهلا بيكم في فيديو جديد قبل ما نروح نشوف التطبيقين المجانيين المميزين جدا اللي معانا النهاردة خلينا كده نرجع بالذاكرة ونشوف كم تطبيق شرحناهم قبل كده برضو بيعملوا ترجمة بشكل احترافي جدا اول تطبيق معانا هو كابشن فاي اللي بيعمل لك ترجمة مباشرة يعني انت لو الفيديو عربي يعملوا لك انجليز مباشرة او اي لغة انت محتاجة ولكن التطبيق ده بيقدم ميزة زيادة عن كل التطبيقات اللي معانا النهاردة انه بيعمل لك اكسبورت للفيديو ومعاه الترجمة يعني بيعمل حرق للترجمة على الفيديو اي نعم محتاج تحسينات في موضوع ان احنا نقدر نختار الخط ونغير اللون اللي احنا محتاجينه لسه لحد دلوقتي ما عملش اعدادات مميزة في الموضوع ده ولكن برضو بيعمل لك حرق للترجمة على الفيديو كمان من اسبوعين اتكلمنا عن تطبيق اسمه ساب مارين بلاير ولكن التطبيق ده برضو مميز شوية عن كل التطبيقات اللي احنا شرحناها ان انت بتديله الفيديو ووتوماتيك بيشتغل الساب تايتل ويظهر لك الترجمة والفيديو شغال فده يعتبر مشغل ميديا وفي نفس الوقت بيجيب لك الترجمة يعني حاجة زي الفلو تقدر برضو تاخد نسخة من الترجمة دي بشكل اوفلاين تستخدمها على اي مشغل ميديا تاني فده انا بسميه السهل الممتنع حط الفيديو وملكش داعه في اي حاجة هجيب لك الترجمة اللي انت محتاجة عايز انجليزي عايز عربي عايز اي حاجة مفيش اي مشكلة بيعرضها لك بناءا برضو على الزكاء الاصطناعي وبعد كده لو رحت على القناة عندنا وكتبت ويزبر هتلاقي حاجات كتيرة شرحناها زي ماك ويزبر زي ماك سكرايب زي ايكو زي جو ويزبر وزي تطبيقات كتيرة جدا هتلاقيها على القناة ودلوقتي هنشوف مع بعض اول تطبيق مجاني تماما ومتاح للويندوز وللماك وللينكس عشان الناس اللي بتقول ماك بس لا او في حاجات ويندوز وحاجات مميزة جدا زي ما هنشوف دلوقتي التطبيق المتاح على الثلاث انظمة ماك ويندوز لينكس هو فيب فيب تطبيق مجاني تماما وتقدر من خلاله تعمل ترانسكريبشن وترجم الترانسكريبشن لأي لغة يعني مثلا انت الفيديو بتاعك باللغة العربية يعمله لك بالانجليزي يعمله لك بالالماني بأي لغة انت حبيبها وبعد كده تاخد ملف الترجمة ده وتضيفه على اي مشغل مديا فيبقى انت كده ترجمة الفيديو بتاعك او الفيلم بتاعك بدون اي مشاكل فصراحة تطبيق مميز جدا خلينا كده نفتح بقى التطبيق وقولكم ازاي نتعامل عليه اول حاجة التطبيق الواجهة بتاعته بسيطة جدا عندك هنا انك تقدر تضيف لينك من يوتيوب يعمله ترانسكريبشن مباشرة ترجمة مباشرة من اللينك ده وعندك هنا انك ترفق ملف فيديو او صوت مباشرة برضو يعملك ترانسكريبشن عليه وعندك هنا انك تسجل بصوتك ويبدأ ايه يكتب وراك وعندك هنا الاعدادات هتلاقي عندك هنا الاعدادات الخاصة بالسيم واللغة بتاعت التطبيق وهتلاقي كمان الموديل المستخدم لان الموديل مهم جدا جدا وكمان هنا شوية اعدادات خاصة بالموديل زي مثلا ممكن تخلي الفولدر بتاع الموديلز يكون على هسس دي خارجي عشان تستخدم اكتر من الموديل وتجرب ما بينهم بدل ما تزحم الساعة الداخلية للماك عندك فتقدر تغير الفولدر من هنا كده وتختار المكان اللي انت حبه وبعد كده تضيف في الموديلز هنا لو ضغطت على موديلز فولدر هيوديك للموديل انا بستخدم الفي سري لارج ممكن من هنا تعمل قبي وتغير مكان الفولدر لو انت حابب يعني كمان لو رحت على المايك من هنا وبعد كده ضغطت على مور اوبشن هتلاقي عندك هنا انك ممكن تفعل ريكو جنايز سبيكرز بيتعرف على عدد المتحدثين في الفيديو ده وتقدر كمان تحدد العدد لو انت عرفهم ودي حاجة طبعا ممتازة كمان بيقدر يلخص لك الترجمة دي لو انت حابب عن طريق كلاود و اولاما فبتحدد الحاجة اللي انت حاببها وخلينا بقى نجرب دلوقتي ونشوف دقة الترجمة والموضوع ده هندخل هنا على فايل وهندغط على ادفانسد هنا طبعا اعدادات خاصة بالترانسكرايب فولدر احنا هندغط على سيليكت فايل انا مختار انه هو يترجم لي العربي الفيديو ده باللغة العربية هيترجمه لانجليز مباشرة فاختار الفيديو وبعد كده اوبن وبعد كده هعمل ترانسكرايب هستنى ثواني هتلاقي الترجمة هنا على طول باللغة الانجليزية مباشرة زي ما انتم شايفين ترجمة سريعة ودي حاجة ممتازة تقدر من هنا تعمل اكسبورت بصيغة ترجمة srt او vtt او json او docs او pdf او html او تكست لو انت عاوز بعد كده تلخصها بقى والكلام ده كله تقدر تعمل الموضوع ده ممكن تنسخ الترجمة من هنا او انك تعمل دولود للسبتايتل دي او انك تعمل محازلة والترجمة دي باللغة العربية صراحة تطبيق مميز جدا جدا ويستاهل انه هو يكون على جهزتكم للويندوز وللماك وللينكس وتاني تطبيق معانا لا يقل اهمية عن التطبيق الاولاني لانه متاح على الابستور ومية في المية مجاني حتى وقت تسجيل الحلقة دي ممكن يبقى بفلوس اوارد انه يبقى بفلوس ما المطور هاشتغل لله ولوطن ولكن لحد الان التطبيق ده مجاني تماما خلينا كده نروح على موقع التطبيق تطبيق اسمه سبوكنلي انا رشحته هنا على القناة الناس اللي متابعة والقديمة هتفتكر التطبيق ده اول ما نزل كان مجرد انك بتشغله وتتكلم هو يكتب وراك ولكن الموضوع راح في حتة تانية خالص زي ما نشوف دلوقتي التطبيق ده هتنزله من على الماكستور وبعد كده هتفتح التطبيق بالشكل ده وجهة بسيطة جدا وسلسة هتلاقي عندك هنا اعدادات خاصة بالتطبيق هتخش على لوكال موديل هتقدر هنا تنزل اللوكال موديلز عندك الفي سري تيربو وعندك الفي سري اللي هو اكتر يعني موديل بشوفه مميز جدا في موضوع الترجمة ولكن انا هنا جربت على الفي سري تيربو كوانتنايز ده في سري ولكن نسخة تيربو ولكن برضو مضغوطة فطبعا دي حاجة يعني مميزة جدا 500 ميجا بس وممكن ما تنزلش اي حاجة من الحاجات دي اصلا وتستخدم ال جي بي تي فور او ترانسكرايب يعني دي على الكلاود دي انت ما بتنزلش حاجة هو بيعملك ترجمة مباشرة عندك هنا الترانسكرايب فايل هنا تقدر تضيف مقاطع الصوت ومقاطع الفيديو زي ما هنجرب دلوقتي كيبورد شورت كات تقدر تعمل اختصارات بالكيبورد بحيث انك تعمل يعني سبتايت المباشرة كويك كومانتز تقدر من هنا تعمل يعني اختصار انه هو يفتح لك اي تطبيق تقدر تعمل اختصار انه يفتح لك لينك معين فصراحة تطبيق يعني في كذا حاجة في نفس الوقت فدي حاجة طبعا جميلة جدا عندك كمان الAI تيكست انهانسمنت تحسين النتيجة بتاعت الترجمة تقدر من هنا تستخدم اي بي اي مثلا من اوبن اي 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 او اي بروفايدر زي اوبن راوتر و اوبن اي 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 وبعد كده بيبدأ النتيجة اللي بيعملها لك بيبدأ هنا يحسنها باستخدام الزكالة الصناعية فخليني كده نجرب بقى الترانسكرايب هنختار نفس الفيديو اللي احنا جربنا عليه من شوية وبعد كده هنقوله ستارت الترانسكريبشن انا دلوقتي مستخدم الكلاود بدون الوفلاين موديل هنجرب الكلاود الاول وبعد كده هنجرب الوفلاين موديل اللي انا منزله اللي هو الكوانتونيز ده المضغوط فهنضغط على ستارت ترانسكريبشن طبعا هنا بيقولك النسبة كان في المية وبعد ما يخلص هنشوف هنا النتيجة مع بعض على طول النتيجة ظهرت هنا بيظهر لك بلين تيكست يعني زي فقرة كده وعندك هنا سيجمنتز هنا بيقولك مش مدعومة في الموديل ده يعني الموديل بتاع الكلاود مش مدعوم في المستين دول واعتقد مع التحديثات القادمة الموضوع ده يتحل فخلينا نرجع لي اللوكال موديل ونختار الموديل الكوانتونيز ده وبعد كده نرجح هنا ونعمل شوز فايل ونختار نفس الفيديو ونعمل اوبن ونعمل ونستنى ثواني هيجيب لنا النتيجة دي هنعمل سيجمنتز جاب لنا السيجمنتز بعد كده السابطايتل هتلاع عندك هنا انك تقدر تعمل اكسبورت للسابطايتل دي بصيغة SRT او VTT او مارك داون زي ما انت حابب ممكن تعمل قبل من هنا او اكسبورت من هنا وتحفظ الترجمة دي عندك تستخدمها على الافلام ولكن في نقطة مهمة جدا هنا مفيش ترجمة للترجمة اللي بتعمل لها ترانسكريبشن يعني الفيديو باللغة العربية ما تقدرش ترجمه الانجليزي مباشرة ولكن المطور وعد في اصدار 2.10 هيضيف ان انت تقدر تترجم الاود بوت او الاكسبورت دا يعني النتيجة دي الريزلت اللي انتو شايفينها دي تقدر تترجمها مباشرة الانجليزي زي فيب ولكن المميز في تطبيق اسبوكنلي انه متاح على الابستور وتطبيق حجمه اقل من 5 ميجا حاجة مبهرة جدا جدا وبس كده دي التطبيقات اللي كانت معنا النهاردة انتو شايفين بنجيب لكم حاجات مميزة حاجات مجانية وحاجات مدفوعة يعني بنعمل تشكيلة كده محترمة تطبيق دا للماك فقط فيب ماك ويندوز لينكس فيعني بنحاول نجيب حاجات متنوعة عشان ترضي يعني اغلب المتابعين هنا على القناة فيعني ما تنسوش بقى تعملوا لايك الفيديو دا اشترك في القناة وتفعروا الجرس تكتبوا لي تعليق حلو تحت اهم حاجة بقى تشاركوا الحلاءات دي مع اصدقائكم عشان يشوفوا التطبيقات اللي ناس كتير ما تعرفهاش دي عشان تستفيد منها مش شرط انك تشتري تطبيق عشان تاخد ترجمة لا فيه تطبيقات مجانية بنتكلم عنها وفيه حاجات تتكلمنا عنها برضو قبل كده فانت لو عاوز تستفيد هتلاقي مليون تطبيق فيدك سواء كان مجاني او مدفوع كان معكم محمود عمران ونتقابل في فيديو جديد تحياتي سلام